مرحبا اليوم بدي اعمل انا ويكن البامية عالطريقة العراقية عنا بامية لحمة غنم مقطعة بهيدا الشكل سلقتن اكيد ساعة وعنا مرأة من اللحم اللي سلقتها ملح ملعتين صغار ملانين شراب ملعة صغيري سامني سبع حبات طوم مقطعين بهيدا الشكل زيت نباتي واربع حبات باندورة بس بحزة شويلة الباندورة بهيدا الشكل ليسهل علي تقشيرة بحط فوقه ما يمغلي بحط الباندورة عجناب بجيب طنجرة بحط بقلبة زيت نباتي حطت حوالي خمس معلق طعم زيت نباتي كمان بحط السمنة والطوم فض الماء عن الباندورة بقشرها وبحطها بالماكنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باندورة اشتركوا في القناة انتركوا في القناة البندورة الشرب بحط اللحم و بغليهن شوية مع بعض بحبك اغل هلا بتريكو ان يغلو شوية مع بعض بغطي الطنجرة اكيد بس اغلو مع بعض حوالي دقيقة بحركونا شوية و هلا بحط فوقنا الباني كمان بحط المرأة برش ملاح على الزوء اكيد بحركونا شوية مع بعض هلا بغطي الطنجرة و بتركن ليغلو مع بعض هادي البامي بعد ما غلط نص ساعة مع بعض استوت و صارت جاهزة لكي قديم هادي البامي العراقية اللي عملناها مع بعض بتتقدم معراز مرحبا اليوم بدي اعمل انا ويوكن طريقة حلو الأوريو عنا لتر حليب ربع كوب سكر نص كوب تحين ربع كوب نشا هيدا الكوب العيارة فيه تحين والسكر و عنا بسكويت الأوريو لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله بشيل الكريمة بشيل الكريمة بشيل الكريمة من الأوريو بحطة فوق الحليب بهيدا الشكل بحط بؤرض الكوب بهايدي الطريقة حلقة بحط النشع السكر طحين بحرقونا شوي مع بعض كمان بحطونا فوق الكرامة والحليب بحرقونا تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج هلأ اشتدت معنا الكريمة لحطها فوق الكريمة كمان بحط اوريو بهيدا الشكل هذا هو الوريو اللي عملتها انا ويكن بيتمنى يحضر الفيديو يبعد تعليق اذا عجبتوا الطريقة املاقوا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو جايباً باي 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 باي